السلام عليكم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد دعاغ سلویختو حدیثونو فبارك درسونو دا سلسلوها کم حدیثونو چه امام النووی رحمه الله رجم کدی او باغی کی منگدری حدیثونو بيان کدیو آخی رنی حدیث لچاؤ عبدالله بن عمر رضی اللہ عنهم چه باغی کیا غد اسلام ارکان بيان کدیو پیغمبر صلو اللہ علیہ وسلم نے اغ عظیم حدیث نقل کدیو چه باغی کی در اسلام پینز ارکان بيان شیو دعاغ ببارکی خبر تفصیلی شیو و وضاحت شیو سلو رم حدیث منن انشاءاللہ شروع کو آول در حدیث کرتو که عبدالله بن عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنه قال حدثنا رسول الله صلو اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوح ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعین يوما نطفا ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الغوح ویؤمر باربع كلمات بكتب رزقه وعجله وعمله وشقي او سعيد فوالله الذي لا اله الا غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ بِجَنَّةِ فَيَبْتُلَهَا وَوَاهُ الْمُقَارِيُّ وَمُسْلِمُ در ایش مراحل راهنشون چنز در تریقه سر ن Québec در مور 겸٩ اگرد درا وقت بره نفر او پا کم و کم مرحلو تیره در تقدیر پا باب کیجب حدیثون بونیا دی حدیثون دی یو پا کہ دوئی دا دی دیکن من تقدیر مسئله بان شد اهم مسئله پا دی کدام بان شد ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر